موسيقى مجاهدين كيرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم توحشناك فنانا قديرا ومحبوباتنا احنا المغاربة كاملين توحشتوها وجينا عندها باش نقولوها لها عطت الشيء الكثير للسلحة الفنية المغربية سواء في المصرح وحتى السلسلة الكوميديا وكانت من اشهر سلسلة اللي قدمت المغاربة عيش نهار صنع خبار بغيرت تعرفوا شكونا هي اجيوا معايا الفنانا القديرة والكوميديا فاطمة نوالي من موليد مدينة الدر البيضاء شركات مجموعة من الاعمال التلفزية والمصرحية من بينها سلسلة الكديدة بسلسلة يوم ما يشبه يوم واعمال اخرى وتعرفت فاطمة عند المغاربة اكتر من خلال سلسلة الكوميديا عيش نهار تسمع خبار سنة 1997 لمخرجها حسن غنجا واليوم المغاربة كاملين توحشوا فاطمة نوالي داك شعرات جينا زرناها باش نقولو لها المغاربة كلهم توحشوك ونشوفو شنو غتقولينا اجيوا معايا اشتركوا في القناة سابقا الجمهور من خلال هذا الحوار وهذا رحنا نعرفه بأنه ما نهدينا حنا مكرهنا شوش حنا الجمهور كرهنا نتواصله معاه الجمهور كنبغي وحنا كتر ما هو كيبغينا وكنبغي نتواصله معاه كتر ما هو كيبغي يتواصله معاه ولكن رجاد الله جهد الله راجت يا شنو ولا العلاقة تخداما التنزولة تخداما احنا هذه مشي طريقنا نحن ناس تخدمي جود ما الذي يهمك هو هذا الشيء الذي تدري يعني تبدعي فيه وتخدمي فيه يعني الناس اللي ما ما كان عارفوش ما يسمى بالتنازول حيث يجي واحد من الزنقاء بغيبان في التلفازة الأخر توم قيوم عليه فابور كيجيبه هذا يعرف واحد خيتي معارف معاه أو أخر جاب صاحب تول رح تدوار قي عرق حنا كان نجيب عليه داليل وان كان رمعروف في الوساط كيف يجدير حيث أصلا هذو كل منتجين وانتجين متسلطين هذو كل منتجين يديرون خلاص كنت تشوفيش دائرين هنا رباقا كنقول أنا ما كنعممش باش من من ضلومت اشي حد كنقضوا الكاستين اللي سمرا راه نايدا راه نايدا حشومة وراحشومة أنا نكرشد الحلقة اسمي تحشومة وعباد الله رحشومة والمسؤولين وانقضوا الموقف راح مسكتنا تعينا قطبنا هاتشي راحشومة لا تفهموش ما كنتعرفوش احنا كنعرفوكم وكنذكروكم والناس اللي كبيروا الوطن وكبيروا الوطن هات الناس رادارو بنا ما بغوا هات شركات الانتاج رادارو ما بغوا راكي همشوا الفنانة راكي مزافت الفنانة باقين قدين خدموه تحيدوا بشوية بشوية هاتشي راحشومة هاتشي راحشومة هاتشي راحشومة فاااااااا لا نقل لك انا اعتذر إلا اخرجت مني كلمة اكدا ونحن ارادا والواقع لم أكن أخذت الميدان؟ لم أكن أخذت الميدان جيداً الميدان جيداً أنا مفقوصة مفقوصة على الناس الذين لا يقدرونه على الناس الذين جاءوا أحد القادية يشيكوا وكانوا فنانا بالصح سيغيروا على هذا الميدان سيقدموا خدمات لهذا الميدان سيراعيه سيراعيه للبشر والفن الناس دباحة قتالة لم أكن أخذت الميدان أين نحن؟ أين ناس أخرين؟ هناك نجوم هناك نجوم نجوم الكبار وكاننا نتمنى أن نرىهم لا يوجدون لنا سيناقضي السينما أدوار جريئة لا يوجد السينما لا يوجد سيناقضي لا يوجد سيناقضي لا يوجد السينما هل الأفلام ضروري؟ تحشم بعباد الله ومصيبة وإطارة الجدال؟ لا ليس ضروري السينما لم نتمنى لها لم نتمنى لها لم نتمنى لنا لماذا أفلام الجرأة؟ ما هي الجرأة؟ ما هي الجرأة؟ الجرأة فيها وفيها ما هل الأفلام؟ أنا نجمى كبيرة فنان الكبيرة المنزل لم نظرة لم نتمنى لها ومن يدفقنا من أن ترى لا إله إلا الله وحمد رسول الله وصفى نقول للجمهور دينا نحن نريد أن نتواصلوا باكم ولكن ربنا نريد أن يديكم أن تكونوا في الدينة ربنا ليس غير نريد أن نقوله ربنا نقوله نحن نريد أن نريد أن نتواصلوا الظروف دينا لا تسمح حيث الناس حاربونا وكحزونا وجابونا أخرين مخرجينهم هذه اللولة نقول للمسؤولين أنا متأكدة أن الناس سوف يسمعوا هذا الكلام وسوف يقدرونه وكان الناس لا يعجبونه أنا نقول للمسؤولين أنا سوف أذكر الله يرحم الوالدين لما ديروا اللي عليكم و نقول لكي لا تفهم كلامي أنا لا أرى أن نعمم رأى اللف قلبي على لساني هذا ما قلت رأى الواقع رأى الواقع وكي لا تفهم كلامي غالط نرى ما تنطلبوهش نرى ناس نفس دينا هي اللي خلتنا بحلا كذا نرى نهضروا على واحد الوضع معين كان الناس اللي عندهم دي صالاق ديالهم عندهم عندهم مدخول الحمد لله ما عندهم مشكل يمكن أن يدويش قاع وخاكي يبقى عندهم ذاك النقز لأنه أريد أن يرسو هذا ولكن نرى كيني الناس اللي حرفتهم هي هذه بحنانية نحن لماذا؟ نحن عندنا وليدتنا كقراء وعندنا مشاكل ديالنا عندنا راطبنا ورعينا ورابا كنقلبتا واحد رابا نطلبها للخبز ولا مطالبين شحنا نحن 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 نخدمه ونضربه تامارة ونحن نرسو هذا الفن لأننا نقوم كبوتين ونحن نتواصلوا مع الناس لماذا؟ لماذا سيدكم كالناس باقي لي ونصرح لشنافية تصخفنا لماذا ما زعماء؟ شنو؟ هؤلاء جايبينهم محسن منا جايبوا واحدة من بلا ما نذكر منهم كل واحد منهم ملقط مرأ الحرف كل مرة مكان نهيمتش حرفة ولكن ضمنا عنده ناسو صافي ونتمنى أن كلامي ميت تفهمش غالط ونتمنى أن الناس اللي كالناديهم دابا ما عرفتش يكون يكون هاد الكلام ديالي يعني خطوة أو هاد شلي كين هاد شلي كين و المصرح أنا شي بالرغم صعوبته أنا بالنسبة لي كي رجع عليه الفضل في بزافة الحواجة وخاك ذاك زع ما كان نقول كي رجع عليه الفضل وزارة ثقافة شكرا وزارة ثقافة عرفتها علاش حيث برغم داك الدعم صعيب وقليل ومخرجناش وما كان قدرش نكملون جهات أخرين راح نعيشنا ودرنا أعمال ودرنا يعني تقاتلنا حيث كان بغوض الميدان ولكن راه الوضع ما كي طمأنش ما كيف رحش كيدر فراس وراكين حويج لي ما نقدرش نقولهم حيث أنا بغوش نخدش الحياء دي للمغاري كينش حويج صحاب ما السيني ما كيف يبدل قبل السيني ما مندويش علاقة ما بقيش كنحس هذه ما بحل شي حاجة أخرى ما كنعرفوهاش حنا السيني ما ركشفتها كيف يديروه ما يمكنش فيلم يدوز بلا ما يكون فيه شي شي مصيبة مش ضروري يا داز فيلم نقولوا فيه فيه العراو فيه واخا نقول هذا الفيلم يمكن كي نعيش شي حاجة احنا قاعدنا للم تفتحين هذا الفيلم قاكي وعلى الأفلام كلهم واش بذي دابش فيلم أخار نزوين نقي ممكن يدخلوا العائلة يتفرجوا فعلاش ما كينش في نوم مات ماكي بانيار كلها كي يدير داك شي اللي بغر كلها كنا يلغي بلغاوي ويهنينة ايوه الحمد للله نواة تحية كبيرة للمغرب والجمهور والجمهور المغربي وحنا را كنبغيوا بلادنا وكنا نعتزوب هذا البلاد واني كنقول هذا الهضراء حيث متضمرة في هذا الميدان أما بلادنا زوينا في بزاف الحويج وهذا شعلش أنا فكرت أننا ندوي قصنا نتكلمو قصنا نذكرو المصرح حياتي بيه بديت وباقى فيه المصرح أبو الفونون المصرح علاقة دمه هو زويل علاقة دمه هو صعيب وعشناه بالزوين دياله وبالصعوبة لي كينا في الميدان وباقي لحد الآن الحمد لله كان مارس المصرح وكل موسم عندنا عمل جديد مع وزارة ثقافة أو عمل خاص بنا مصرح هو حياتي بديت طفولة مصرح مدراسي بديت مع الهوات في دور الشباب ودخدمت مع فيراق كثيرة بدينا عوتاني من كبرت شوية دخلت الاحتراف ونحن نستمرين الحمد لله ونظرنا أننا نحن نحوط في الماء نظرنا أن المصرح هو شيء لا نستطيع أن نستغنع بديت من صغيري من 7 سنين من 8 سنين وعشرة سنين المصرح المدراسي بديت مع المصرح المدراسي كنا كنا نقوم بعمل أعمال في عيد العارش وبهذا المناسبة أريد أن نحيي شخص الذي قرأت معه وبدأ معه المصرح حادثت معها المصرح المصرح المدراسي وبديت معه المصرح في الاحتراف صورو الأول خطوه دي اللي في المصرح المدراسي معاه وأول خطوه دي اللي في الاحتراف معاه هو السحة سنفالي تحية السحة سنفالي أستادي وأخي ولو مكن slash minister ولكن أن الاعتبره أستادي وكن كان sogenامole عندي كثير من الأفضل عليinya أستاذ عند اي 채 trotzdem تحية كبيرة للمسبة حسن نفالي إخونا وحبيبنا وعزيز علينا كانت أول خطوة عندي في سيدكم يعني أول سيدكم خدمت في حياتي الفنية هو عيش نهارة الأخبار كانت جربة زوينة بزاعة وكان فيها تواصل كبير مع الجمهور وكانوا فيها فنانين كبار تصورة تجربة بقى راسخة في الأدهان دي للمغاربة هي وتجربة أخرى دي لزيد ناقص سلسلة دي لزيد ناقص بقى راسخة بقى الحد الآن أنا كان أقول كيفاش الجمهور بقي عاقل علي من ذاك الوقت حيث أنا ما خدمتش بزا في التلفازة خدمت داك الوقت كنت خدمت زيد ناقص عيش نهارة مخبار الكوديدي بعض الأعمال بعض المسلسلات بعض الأفلام الطويلة هذا ولكن من داك الوقت ما بقيناش يعني ما بقاتش عروض بالنسبة لي كي عيطوا ما كانت تفاهموش أو كتوقع شي يعني غير لفت أنك تطلب كاشي ديالك أو شي حاجرة بس عرفي المنتجين ديالنا ولا ما عارس يمكن حيث هذيك سميثات تلفازة المغربية يكي حيث لدوزام وتلفازة تلفازة مغربية وليتكن شك فراسي أنا وش مغربية ولا ما شي مغربية حيث سميثات تلفازة المغربية وحنا مغربة الحمد لله المجال توسخ وتوضر وكترت فيه الخشونة وبغوا يهمشونا وبغوا يحيدونا ولكن احنا ما هذا الميدان دخلنا لي بحب احنا فلنا بالموهيبة بعد قبل ومن بعد دخلنا الاحتراف وتورطنا في هذا الميدان مني كان نقول تورطنا حيث ما فيش إنصاف ما فيش إنصاف أنا واحدة وقتلت تركي تراسي محتار في هذه الحرفة كنت تحب لي غا نحتارفها وغا نمشي فيها بحكم أني كان بغيها ومهوبة ولكن مع الأسف الميدان ولو فيه البزناسة ولو فيه المتسليطين احنا ما بقى عندهم غارات بيننا وهذه هي حشومة أنا والله العظيم ما كان بغيش ندوي على هذا الموضوع لماذا ما كان بغيش ندوي على هذا الموضوع؟ ليس قبل شي حاجة ما كان بغيش ندوي حيث منه بوضة بك يدوي حيث شي وحدة كتجامل الزنقاء كتولي كتدوي على ما انتي غدوي نحن ما كان طلبوش الحمد لله الحمد لله عيشين بكرمتنا معيشين وليدتنا ولو كان عيشوا صعوبات ومشاكل لدينا فرقة المسرحة عيشين بها وكان مرسوا بها في النام مع مجموعة المحتارفين وكان عيشوا صعوبات وكان حاولوا نغلبوا على النافس وكان رطبنا كيفاش شركة الإنتاج لي كينين دابق قسما بالله كينين ما كان عمام شهي نرى دائما هضرتين ما فيهش تعميم باش ما منضموش الناس ركينين فناناو كينين مخالجين في مستوى كينين ولكن الأغلبية ناس منتصليتين كينين بزناسة كينين الناس ما عطوش كي يتفقوا مع أشي وحديين كي يبزنسوا معهم الفنانا ما عندهم ما يديروا بهم كي يجيب حت 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 جابوا ناس منتزنقة داروا ليهم سميات ولو كي يخدموا معهم أكيد كينتتنازولات تنازولات اللي تقدمي 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 فابور أو بأقل أتمان عادة باش كينحويج لي خيبين بزات أنا ما كنا بغيش نخدش الحياء دي للمغاربة هذا صاحب هادي صاحب تهدي دي جاب هادي الناس اللي كديروا الكسيغ لا علاقة لهم بالميدان هذا كلمنتيج مخرج وهذا كي يجيب لي الناس من الزنقة ومولد عمو ولد خالته وصحابه ومخدامين فابور المنتيج مخرجها هاد القادية هذا شيء أنا كنقول غير بعض أما ما حويج ما خافية كان أعظم كينحويج خطيرة واقعة وإلا فين احنا العام الأول العام الثاني العام الثالث كيدوزوا لي سيدكم كيدوزوا الأعمال كيدوزوا ما كيش شي واحد كيدق عليك جمهور كيموزوا الناس كيموزوا ومن خلالكم؟ لكن ولكن 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 أعطاكم هذا الحق دي لأنكم تحيدون من هذين الميدان لازمنا من هوه م MICHELLE إلا شخص الله واحدة اص ferدنا كنت تقدم من عندنا وقال لي كنت أشاهدها قلت لي مع الوقت قليها اكيد عنك ما تتقلق مني قلت لي بمشيء من عبر قد تعطي اتقار هذي الميدان انا رأي من صيدنا. كنت أعرفها بأن الله يسترم. يحفظ أن يتبع في الكتابات أو ممتل. فهو أنه من الأحسن. أعني ليس حقاً. لم أكن أعرفه المقبولة. كنت أقول بحقاً. حتى هكذا فتكون مدنيا. من أعرفها أكثر. لأن يسألون مبنة. فأنا نتعطي لنا التابعة يأتي لنا ومعادة التماث لنا. كيف أعطي لهم؟ إذانات شركة الإنتاج، لماذا يقلل؟ ماذا يحشون؟ أنا تقول لك ما أرزق الله سبحانه وتعالى؟ أنا إنسان مؤمنة أنا مستطيع أن أخبر القبة الأمرين أو التحرق أو الإضراب على الطعام أنا أقول شيئاً، في هذه البلاد هناك ناس أبواء وفيها ناس في المكي الخيبة كأنزوين أنا هذا نداء، نداء المسؤولين نداء أي أحد يمكن يغيره من هذا الوضع نداء أقول أننا لدينا جداً وحنا مغاربة وفننا ديال بالصح ودخلنا من الباب بالممارسة ديالنا وبحبنا لهذا الميدان راح نتهمشنا نرى ما كنطلبوش كنطالبو بواحد الحق اللي داع منا حيدوه لنا ناس لي ما عندو مش حق إذا عشوما علاش علاش أخويا علاش أما بغناش نهضروع الوضع ديالنا الجماعي نحمده ربي ونشكره الحمد لله ولكن لا قصنا ندويو قصنا بدا نقولوا حيث أنا عندي تقاف بلادي وعندي تقاف بعض المسؤولي أو بعض الناس اللي قدروا يغيروا من هذا الوضع أنا كالنادي دابا أنا كالنادي أي واحد يقدر يغير فضل الوضع رادي الناس داروا بنا ما بغاو راح شوما أنا أي مسؤول عندو ضامر رادي شركة الانتاج ناد شركة الانتاج أشنو دير دابا ديرين واحد لكلي كل واحدة ديرا ديرا ديالهم عصابة ديالهم أنبيوس وراء ما كان عمنا ممش هنا رابع عحطي رامين فنانين ما كانت رجع الفنانين كنظر على الناس اللي كيسيرو ديرين ديكليك كيخدموا معهم صافي ووديا وهم كيخدموا معماد العام والعام الجي والعبديا أوه أعلم أننا نحن قاعد عماد هذه الأعمال كولها ما عندناش فيها ناصيب لماذا؟ لماذا شدرتوها؟ حيث واحد النهار قلنا نقشنا كالشيء أو نقشنا شيء حاجة لماذا؟ لماذا ستحدث مصي صافي حيث أنت لديك ميزانية لديك الحق دير ما بغيتي حيث هذا اللي أعطيك سامح لك دير ما بغيتي حيث هو دير ما بغى لا، هذا دير كليك والأخر دير كليك هنا عصابات كليك وكيتبادل 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 وكيتبادلون نفس نفسه لماذا؟ لماذا؟ وغلعوا 8% منهم جايبين ومن الضمطة وكلما عندهم علاقة بالتمثيل جايبين وفي التمثيل يعني على شخص كليك أخوة؟ لماذا؟ قال السيدكم كالناس باقي لهم كالناس ونعشنا فيه وكبرنا فيه، وماذا؟ إذا تقلبوا على الناس المرحة، أرى كائنا؟ أو يتقلبوا على شيء أخر واكيد شيء أخر هو الشخص الذي حذر إلى شخصه؟ لماذا؟ 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 أولا غير الله، محمد رسول الله لم دعها أنت دائماً أنا أقول ما يقول أنه يتحمل المسؤولية؟ ويتحمل المسؤولية أي شخص لديه علاقة بالمسؤولية لهذه ما تدعم هذه الشركة؟ ما تدعمهم؟ ما تدعمهم؟ هم الناس المسؤولين؟ وزارة الاتصال، كفازة المغربية يكي يدعم؟ لماذا أخوة تدرينا هذه الحالة؟ لماذا تجعلنا هذه المنتجة تحكم فينا؟ لماذا؟ لماذا تجعلنا هذه العصابة والأخرى ونظورها نفس الكمامر؟ لماذا؟ لماذا؟ ما كنت على يقين؟ أني بدأت قبل وقد قدمت نزولته ولم تكن دويلة ولم تكن أحبس الشذابة؟ ولكن لا، ما عباد الله؟ ما المعقول؟ ما المعقول سيكون هو السيفني اسمته؟ لا، نحن نظر نظر نحيان، نظر نحيان ونظر نحواج لم نطلبوا شيء واحد لم نظر على الوضع، هذه الميدان أختيارنا ونحن نتحمله مسؤوليته نحن نريد الإنصاف ما يرى الماء؟ أنا زعبها! أهل مسؤولي الله يرضيع ليكم الله يرحم ليكم الوالدين نحن نطلبوا الله قبل كل شيء نطلبوا الله نحن نرى ناس زعب اللهم دائما متوقعين على الله الحمد لله ولكن نريد أن نقوله لأنها ستبقى ساكت ستكون ميزة سلبية لكن نقوله ونذكره نذكركم، والذي لم تكنوا تعرفين هذه الناس ربنا مبغى وتشره ماشي معقول ورحنا تركنا وما قينا شك نخدمو وما قينا شك نتواصلو مع جمهورنا وما قينا شك نمارسو هذه الحرفة علاش اخوية غا تتحرمنا من هذه المسألة هذا اراه حق مشروع اراه ما قنطلبكش لان اكتامي جيب لي امفلوس ولادك ورتيها من عند الباك وغا تعطيني منها لا هذه رح حرفة ديالي اللي اختارتها موسيقى